الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم وأرحب بكم في المحاضرة الثانية من الوحدة الخامسة هذه الوحدة التي خصصت للحديث عن الحديث المقبول بأقسامه وقد بينا أن الخبر أو الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين القسم الأول هو الحديث الصحيح وما يتعلق به من مباحث والقسم الثاني هو الحديث الحسن وما يتعلق به من مباحث والمحاضرة الأولى الماضية بدأنا في مسائل الحديث الصحيح وذكرنا أربع من تلك المسائل فذكرنا تعريفه من حيث اللغة والاصطلاح وذكرنا المسألة الثانية وهي شرح ذلك التعريف ثم ذكرنا شروطه الخمسة ثم بعد ذلك بينا مثالا له ونستكمل في هذه المحاضرة بعض المسائل المتبقية من مسائل الحديث الصحيح فالمسألة الخامسة وهي الحديث عن حكمه وحكمه وجوب العمل به أي وجوب العمل بالحديث الصحيح وما دل عليه من أحكام وهذا بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء وبالتالي فهو حجة من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به منسألة السادسة المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح هاتان العبارتان يستعملهما المحدثون كثيرا فبالنسبة لقولهم هذا حديث صحيح المراد بذلك أي أن الشروط الخمسة السابقة التي تشترط لصحة الحديث قد تحققت فيه لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة بمعنى أن المحدثين حينما يقولون عن هذا الحديث أنه حديث صحيح فمقصودهم أنهم أعملوا جهدهم البشري بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى في التحقق من توفر الشروط الخمسة المعروفة لصحة الحديث وبالتالي فقد قطعوا بتوفرها لا أنهم يقطعون بأن هذا الحديث صحيح في نفس الأمر لماذا؟ لجواز أن يكون الثقة قد أخطأ أو نسي أو ما أشبه ذلك لكن الذي يقطعون به هو توفر هذه الشروط وهذا هو الذي كلف الله تبارك وتعالى به البشر في مثل هذه الحالة والمراد بقولهم هذا حديث غير صحيح أي أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة سواء كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ فقد نجد شخصا يوصف بأنه مثلا كذاب أو ضعيف أو سيء الحفظ أو ما أشبه ذلك ومع ذلك يصيب في حديث من الأحاديث ويتابعه على روايته غيره من المحدثين الثقة المسألة السابعة عندنا وهي هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ والسبب في ذلك لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويندل تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة وبالتالي فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا؟ يعني أنه أصح من غيره ولا شيء يدانيه لا سيما والسند متكوم من عدة حلقات وعدة طبقات لا تكون متماثلة تمام التماثل في كل الصفات المشترطة في الراوي ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد والظاهر والله أعلم أن كل إمام رجح ما قوي عنده نذكر بعض تلك الأقوال فهناك مرغا أن أصح الأسانيد هو الزهري هو محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه وسالم هو سالم من عبد الله بن عمر عن أبيه الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه روي هذا القول عن إسحاك براهوية وأحمد بن حنبل قيل أن أصح الأسانيد هو محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن عبي طالب رضي الله عنه وروي ذلك عن علي بن المديني والفلاس قول ثالث أن أصح الأسانيد هو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وروي ذلك عن يحياء بن معين القول الرابع وهو أن أصح الأسانيد هو الزهري محمد بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين الذي هو زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن عبي طالب رضي الله عنهم رؤية ذلك عن نبي بكر بن أبي شيبة والقول الأخير وهو ربما أصحها إن قلنا بأن هناك أصح الأسانيد وهو الذي رؤية أنه سلسلة الذهب وهو مالك عن نافع عن ابن عمر مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر الذي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورؤية ذلك عن البخاري المسألة الأخيرة عندنا في هذه المحاضرة وهي ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول هناك بعض المسائل البسيطة السريعة المتعلقة بهذه الصحيحين أولها أيهما أصح؟ الصحيح والله أعلم أن البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا وهناك قضايا تفصيلية في هذا الباب ليس هذا موطن ذكرها وأيضا لأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكة الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم قولنا بأن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع أي في الجملة جملة أحاديث البخاري أصح في الجملة من صحيح مسلم ومع ذلك فقد يوجد بعض الأحاديث في صحيح مسلم أقوى من بعض الأحاديث في صحيح البخاري وهذا هو الصحيح أن البخاري هو أصح من مسلم وهناك قول آخر قيل أن صحيح مسلم أصح وهذا ينسب لأبي علي أدني سابوري وللمغاربة لكن الصواب هو القول الأول القضية الثانية في هذه المسألة هل استوعب أي البخاري المسلم الصحيح أو التزمه الصحيح أنه ما لم يستوعب ذلك ولم يلتزمه في الأصل فلم يستوعب البخاري المسلم جميع الحديث الصحيح في صحيحهما ولا التزم ذلك وقد روي عن البخاري قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول وقال ما مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ما أجمعوا عليه المسألة الثالثة هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح يقول ابن الأخرم لم يفوتهما إلا القليل وأنكر هذا عليه الحقيقة الصحيح والله أعلم أنه فاتهما شيء كثير وهذا يدل عليه بعض أقوالهما فقد نقل عن البخاري أنه قال ما تركت من الصحاح أكثر وقال أيضا أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح صحيح البخاري بدون المكرر أربعة ألاف حديث تقريبا ومع ذلك يقول أحفظ مائة ألف حديث صحيح فدل على أن الذي فاتهما شيء كثير بقي قضية أخيرة عندنا وهي ما يتعلق بكم عدة الأحاديث في كل منهما أما البخاري فجملة ما فيه بالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا وبحذف الأحاديث مكررة أربعة آلاف حديث أما مسلم فجملة ما فيه بالمكررات إثنى عشر ألف حديث وبحذف الأحاديث مكررة نحو أربعة آلاف حديث طيب أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فات البخاري ومسلم في بقية دواوين السنة فنجدها في الكتب المؤتمدة المشهورة كصري بن حزيمة وصري بن حبان ومستدرك الحاكم والسنة للأربعة سنة نبي داود والتلمذي وبن ماجا والنسائي وكذلك في سنة الدار القطني والبيهك وغيرهما لكن لا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب لا يكفي وجوده أن يقال أنه صحيح بل لا بد من التنصيص على صحته في هذه الكتب إلا تلك الكتب التي اشترطت الاقتصار على إخراج الصحيح وهي مثل صحيح بن حزيمة وصحيح بن حبان ومع ذلك فالمتفق عليه أن ابن حبان وابن حزيمة لم يوفي بشرطيهما فتعقبهما وارد في مثل هذه المسائل إنما الذي يسلم بصحته تماما هو صحيح البخاري ومسلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر